اشتركوا في القناة اعلانات التي نشاهده في التلفزيون نكتشف مدى الضرر اللاحق للانسان الغير مهتم بنفسه وباسنانه مع التأكيد على تأثير المعاملة والتصرف مع الاخرين خلال يومنا ولا يمكن تجاهل حقيقة واقعية كلنا نمر بها ولكنها خاطئة بعض الشيء وهي ان كثير من الاشخاص يعتقدون ان قيامنا اليومي بغسيل الاسنان كفيل بان لا تظهر لدينا رائحة فم كريهة ولكن هذا الاعتقاد خاطئ فهناك العديد من الامور الواجب مراعتها واخذها بعين الاعتبار بعد غسل الاسنان كل مرة والظهور المشكلة يمكن ان ينبع من الداخل نتيجة لبعض المشاكل الخارجية اي خارج الفم وبعض الاسباب التي تعمل على زيارة نسبة الرائحة الكريهة في الفم ومعرفة هل يحتوي الفم على رائحة كريهة وكيفية علاجها في البداية سنعرف هل يحتوي فمنا على رائحة كريهة ويجب معرفة الاسباب وطرق معالجتها للتخلص نهائيا من رائحة الفم الكريهة اولا اول خطوة يجب عملها لمعرفة هل يحتوي فمنا على رائحة كريهة وتسبب ابتعاد الناس من حولنا نتيجة لرائحة الفم فنقوم بجعل شخص قريب منك يخبرك بكل صراحة هل لديك رائحة فم كريهة ام لا ثاني امر يمكن عمله للعمل على الحد من رائحة الفم الكريهة هو اكتشاف اذا كان الانسان يوجد لديه اي مرض فيمكن من خلال بعض الامراض العمل على نشوء رائحة فم كريهة ومن ضمن هذه الامراض اول مرض هو مرض السكري عند عدم تناول الدواء بطريقة جيدة ومتتابعة بحيث يؤدي لتغيير في رائحة الفم الفشل الكبدي بحيث يعمل عند التأخير في علاج وعدم اكتشاف المرض ويظهر رائحة مثل رائحة السمك الفشل الكلوي انسداد العمعاء فيكون لديه رائحة كريهة جدا مثل رائحة البروز فتكون منفرة جدا ويمكن في حالات كثيرة يكون ظهور الرائحة الكريهة نتيجة لعلامات مرض معين والان وصلنا لاهم نقطة في حديثنا وهو الحديث عن طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة من خلال اولا الاهتمام بتنظيف الاسنان بعد كل غجبة ومحاولة الوصول لكل المناطق الموجودة في الفم والاسنان مع التنظيف اليومي على الاقل مرتين يوميا غسل اللسان بالمعجون للعمل على التخلص من البكتيريا وبقايا الطعام التي تحتوي عليها ومن المستحب ان نظف اللسان بالفرشاه المخصصة لللسان التخلص من الطعام المحشور بين الاسنان سواء بخيط او بالسواق او بعيدان تنظيف الاسنان شرب كمية كبيرة من الماء فهي تمنع جفاف الفم والظهور رائحة الفم وعند اكتشاف وجود بعض الامراض الخاصة بالفم يجب مراجعة الطبيب والمتابعة المستمرة كل 6 شهور عند طبيب الاسنان والحرص على مدة استخدام الفرشاه والمعجون والتأكد من النظافة الدائمة للأدوات والعمل على تجديد فرشاه الاسنان كل 5 شهور الابتعاد النهائي عن التدخين الابتعاد النهائي عن التدخين لانه من اهم العوامل التي تعمل على الظهور رائحة كريهة للفم التقليل من الأطعمة التي تسبب الرائحة الكريهة مثل البصل والثوم محاولة تناول الأشياء التي تسبب رائحة حلوة للفم مثل تناول بعض أوراق البقدونس أو اللبان مضغل قليل من الكرنف وأكل النعناع وشرب الزعتر ويمكن شراء غسول للفم يعمل على حماية الفم من الرائحة الكريهة ويعمل على القضاء عليها وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية حديثنا عن الفم ومحاولة التخلص منها عن طريق معرفة الاسباب وتناول بعض الأطعمة وعدم الاهتمام بالأسنان بشكل صحيح والأمراض التي تشكل رائحة الفم فيمكن من خلال معرفة السبب الذي يكون وراء الراحة الكريهة يمكن حل هذه المشكلة والتخلص منها نهائيا والله أعلى وأعلم أتمنى لكم الصحة والعافية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم إشعارات القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر